تسلم مكتب الصحة العام والسكان بوادي حضر موت مساعدات طبية مقدمة من سلطنة عمان الشقيقة عبر الهيئة العمانية للأعمال الخيرية تشمل أدوية للأمراض المزمنة وزراعة الكلة وثمن وكيل محافظة حضر موت لشؤون مدريات الوادي والصحراء عامر العامري جهودا للهيئة العمانية للأعمال الخيرية للإسام في التخفيف من معاناة المرضى في هذه الظروف الصعبة إلى ذلك أوضح مدير عام مراكز فاطمة بابطيل لرعاة مرضى الفشل الكلوي بوادي حضر موت مساعد برويشد أن تلك الأدوية سترفض مراكز فاطمة بابطيل لرعاة مرضى الفشل الكلوي وستساعد على استمرارية الخدمة لمرضى الفشل والزراعة التي تقدم لهم بشكل مجاني